ونتابع هذه الصور لفلسطينيين تجمعوا في شارع الرشيد انتظاراً للمساعدات وصول المساعدات من جنوب غزة إلى غزة رغم استهدافهم في متزر قبل يومين في امتداد شارع الرشيد هذا هو المشهد لتجمهر المواطنين وانتظارهم لوصول المساعدات مرة الصور التي نتبعها الآن مشاهدين وصلتنا قبل قليل من شارع الرشيد حيث يعود المواطنون الفلسطينيون لانتظار شاحنات المساعدات التي ستصل إلى شارع الرشيد ولكن في كل مرة كان يتجمع الفلسطينيون في هذه المنطقة يتم استهدافهم بشكل مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتظارهم المساعدات وكما أشارت وزارة الصحة إلى أن عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد يوم الخميس الماضي ارتفع إلى 118 بعد نقل شهدين إلى مجمع الشفاء الطبي منذ ساعات والعدد مرشح لزيادة نظراً للحالات الخطرة التي لا تتوفر إمكانات إنقاذها أو علاجها ترجمة نانسي قنقر